دكتور الشتة ده مخبلنا ايه? احنا بنحب الشتة وبرد الشتة وسقعية الشتة والجو الحلو اللي بيبقى موجود في الشتة احسن من الصيف والحر والعرق بس بنبقى خايفين حيامل فينا ايه الشتة؟ الحقيقة خلينا اقول انه برغم التغيرات المناخية اللي في العالم الا ان مصر مازالت يعني مفيش كوارث والحمد لله يعني بفضل الله ان احنا ما عندناش كوارث مناخية ما عندناش سيول ما عندناش امطار غزيرة وده بيأكد انه مصر بمناخها وبغرافيتها يعني شيء عبقري هذا المكان وهذا الزمان وبالتالي بنقول انه ليه السنة دي فيه الناس عندها تخوفات من فصل الشتة على اعتبار ان فصل الصيف جي حر جدا وكان اكبر درجات حرارة على مستوى العالم جاءت في فصل يوليو الماضي على مستوى العالم وبالتالي الناس بتتوقع ان يكون الشتة هو رد فعل طبيعي لهذه الحرارة العالية اللي جاءت في شهر سبع الحقيقة فيه ظهرتين او نقطتين مهمين جدا قد بالفعل يخلوا الشتة السنة دي يمكن ابرد شوية من العام الماضي او من سنوات ماضية اول حاجة زيادة درجات حرارة البحر المتوسط يعني الشهر اللي فات تقريبا سجل في منطقة الشرق الاوسط اعلى درجات حرارة للمية على مستوى سنوات طويلة ماضية طبعا ده درجات الحرارة الزيادة اللي بتيجي على مية البحر بتزود البخر وكمان بتعمل المنخفضات الجوية اللي بيعمل المشكلة عندنا او حتى على مستوى العالم المنخفضات الجوية المنخفض الجوي بيسمح بجلب امطار شديدة جدا وسيول وامطار شديدة جدا وبالتالي في المنطقة الشرق الاوسط او المنطقة الساحلية قد تشهد امطار بالفعل شديدة نتيجة زيادة درجات حرارة البحر المتوسط على مستوى يعني مقارن بعدة شهور وعدة سنوات سابقة دي الظاهرة الاولى الظاهرة التانية ظاهرة النينو واحنا يمكن هذه الظاهرة بتظهر من كل اربع الى سبع سنوات السنة دي موجودة عندنا وبدأت في شهر سبع الماضي ومستمرنا معانا حتى شهر ابريل القادم هذه الظاهرة باختصار السواحل اللي عند استراليا في المحيط الهادي المية بتسخن وبتتحرك نحو امريكا الجنوبية في هذه الرحلة الطويلة بتطلع كميات كبيرة من بخار المية وكميات كبيرة من الامطار بتضرب سواحل امريكا الجنوبية وتؤثر على العالم لمدة قد تتعدى عشر شهور قد تبقى في مناطق جفاف وفي مناطق بتبقى فيها امطار وسيول درجات حرارة مختلفة فهذه الظاهرة ايضا قد تكون عامل من العوامل الذي يؤثر على الطقس والمناخ خلال الشتاء القادم في مصر اللي احنا بنبدأ فيه جغرافيا اليوم النهاردة 21-12 فبنبدأ فيه بالفعل وفعلا الجو النهاردة يمكن ابرد يعني عاوز يقول لنا ان احنا فعلا نبتديت الشتاء النهاردة فدول يمكن الظاهرتين اللي ممكن بالفعل يأثروا على الطقس خلال الفترة القادمة في فصل الشتاء دكتور رشاد عبدالعال كان لي تصريحات لموقع اليوم السابع من حوالي اسبوع وقال فيها ان فصل الشتاء سيكون اكثر دفئا 20-23-20-24 وان موجة الامطار ستكون اقل من فصل الشتاء الماضي حركة بتقول كلام وهو بيقول كلام لا احنا ده توقعات حضرتك المشكلة في الطقس ايه الطقس توقعاته قليلة يعني ما تقدرش تبني سيناريو لشهور لكن تقدر تبني سيناريو لعشر تيام عشر تيام مثلا اسبوع تقدر تبني حركة صحب بالزبط فدي يعني زي التنبؤات والتنبؤات بيحكمها القوة المصادر اللي انت بتعتمد عليها عشان تقرأ التنبؤات الموجودة الى اي حد بتقرأ حركة الرياح حركة الصحب حركة درجات الحرارة وبالتالي يعني لن نستطيع ان نجزم 100% بما سيحدث خلال شهر او شهرين فترة الشتاء ولكن هي توقعات كل سيناريو بيبقى له احيانا وجهة نظر ولكن يعني السيناريوهات بتقول طالما عندي زواهر انا شايفها زي النين وزي ارتفاع درجات الحرارة البحر قد يؤدي هذا الى وقد يؤدي الى الاعتدال لان احنا احنا بنتكلمش برضو على ممكن تكون درجات الحرارة معتدلة لكن فيه امطار احنا بنشوف ساعات في فصل الصيف في نهايته بتحدث بعض الامطار مكادش موجودة قبل كده صحيح برغم ان الجو مواش ساعة جو دافيا واحيانا بيحصل مجاتي يعني كتلتين كتلة هواء ساخن وكتلة هواء بارد عندما يصطدموا الكتلتين بينزل المطر بشكل كبير جدا يعني غير المطر الطبيعي او المطر العادي يعني حتى مع درجات الحرارة او مع الدفء فهذه كلها سيناريوهات وتوقعات بناء على قوة التنبؤ وقوة المعلومات اللي بتيجي لحضرتك من خلال اجهزة الرصد الموجودة طيب الظواهر المناخية بنبقى دايما اعلانين ايه اللي حيحصل ممكن يحصل ايه المطر ممكن ينفجئنا ولا لا هل فيه فعلا نظم انذار في العالم تقدر تتنبأ بالظواهر المناخية ولا البعض منها قد يخرج عن سيطرة نظم الانذار دي ويفجئنا مرة واحدة نظر الانذار دي انواعي يعني مش فيه نظم انذار قوية بتديني معلومات تنبؤية لفترة طويلة وبتكون فعلا التنبؤات او التوقعات بتاعتها جيدة او حلقة الرصد وفيه نظم انذار بتبقى يعني محدودة وخاصة يمكن في الدول النامية ويمكن عشان كده شفنا في كوب 27 ان الدول النامية ودول افريقية طالبت من الدول المقدمة بمدها بنظر انظام مبكر علشان تقدر تحاول ان هي تعرف المناخ بشكله ايه خلال الفترة القادمة او خلال العام بشكل عام وبالتالي طلبت بالفعل الدول النامية من الدول المتقدمة بحوالي 3.1 مليار دولار علشان تغطي بنظم انذار مبكر بالتالي نظم الانذار هي الحجر الاساسي اللي بيدينا التنبؤات او دينا المؤشرات اللي بنا قدر نغطي بها حالة التقس عموما يعني طيب يعني احنا عارفين ان في دورات معينة للتقلبات الجوية يعني كل عشر سنين ممكن يحصل حاجة كل مئة سنة ممكن يحصل حاجة هل نقدر نقول ان كل مثلا تلات سنين الشتاء بيجي اكثر برودة او اكثر دفئا هل عندنا ما من علم الظواهر المناخية ما يمكن ان يدلل بهذا الامر برضو ما هواش قعدة مش نظرية يعني الناس بتقول او بعض دراسات بتقول انه في علاقة جيدة وعلاقة وطيدة بين درجات الحرارة اللي في الصيف وعلاقتها بدرجات الحرارة في الشتاء دراسات قامت في بعض ومنشورة في بعض المجلات العلمية وفي دراسات اخرى بتقول والله بتيجي يعني مش شرط ان يكون ده مقارب لانه بيرتبط بزواهر اخرى على مستوى العالم النينو والنينا يعني زواهر اخرى بتحدث كل فترة وبالتالي ليست سيناريو يعني مؤكد هذا لكنها افكار عن زواهر وطروحات عن افكار ولكن ليست بالشكل القاطع اللي المهم عندنا انه ازاي بقى الناس تتصرف تجاه هذا الامر هو ده اللي همنا يعني ازاي الناس لو انا عندي تداعي قد يكون مش بايدي يعني التداعي اللي بيحدث مطر سيول ده حاجة مش بيدي خارجة عن ايدي في جزء بنقول للناس توقعوا وعشان كده انا بقول بالنسبة للناس اول حاجة مهمة جدا تتابع نشرات الجوية بشكل مستمر ويمكن الناس دلوقتي بالفعل ابتدت شوية يبقى عندها وعي عندما عملنا كوب 27 وابتدت نتكلم عن تغيرات المناخ في العالم ابتدت الناس فعلا تفكر فانا بطلب من الناس احنا سلوكنا هيبقى شكله ايه وازاي ان احنا نحمي نفسنا كافراد من هذه التداعيات او من هذه الزواجة اول حاجة لازم نتابع على مستوى اليومي حالة الطقس النهاردة لو انا شايف ان حالة الطقس في امطار او في رياح شديدة او اخد بقى حرصي ان انا اخد معايا الشمسية ممكن اكون في البيت ان انا منزلش النهاردة ممكن لو انا مسافر مسافرش النهاردة وبالتالي ده بيقلل التداعي على الناس اذا ما حدثت امطار او حصلت سيول في بعض المناطق وبالتالي ده سلوكنا اللي احنا يجب ان احنا نتنبه له ونعمل له حساب ما كانش الاول ده موجود لأ دلوقتي لازم نعمله علشان ممكن نفاجأ باي تداعي ممكن يحصلين وبالتالي سلوكنا ده مهم الحاجة التانية احنا الحكومة ممكن تقدم لنا ايه في هذا الاطار لازم عندنا بنية تحتية تستوعب كميات الامطار اللي موجودة اللي هتنزل عشان يعني نقلل من وجود تجمعات الامطار في المناطق والحقيقة يعني بفضل جهود الحكومة وفضل فخامة الرئيس اللي عامل دلوقتي طفرة كبيرة جدا في الطرق الطرق دي هتساعدنا جدا الطرق المتسفلتة هتساعد بشكل كبير جدا تخفيف التواعي الامطار والكوارث او السيول لان الطرق اللي غير ممهدة بيقعد فيها المياه فترة طويلة وبالتالي هذا جهد مهم جدا من الدولة عاملها في البنية التحتية مطلوب كمان انه يبقى فيه يعني شبكة للامطار تستوعب الامطار احنا بتشوف في اسكندرية الامطار خلال فترة قليلة بتلاقي الامطار اختفت تقريبا يعني مع اسكندرية طبعا الشتاء فيها في امطار كتير وبالتالي مطلوب شبكة بنية تحتية من الامطار تستوعب كميات الامطار اللي هتكون زائدة اذا ما حدست وبالتالي ده توجه لازم احنا نعمله كافراد ومع الحكومة لان ايد واحدة ده شوفناه في الفترة اللي فاتت انه ابتدأ يتم الاستفادة من هذه الامطار يعني مش الامطار بيتم تخلص منها وخلاص لا تم توجيه هذه المياه وتنقيتها يعادل تنقيتها واستخدامها في الزراع يمكن في اماكن مختلفة طيب خلينا بقى نشوف الناس بتقول ايه في الشارع كاميرا صباح الخير نزلت الشارع وسألت الناس يطروا بيحبوا الشتاء ولا سعة البرد ولا الصيف والبحر خلينا نشوف قالوا ايه مع اختلاف فصول السنة ما بين الشتاء والصيف بنكتشف ناس بتكون عشقة للشتاء ببروته وملابسه وازياءه وناس ثانية بتكون عشقة للصيف بانطلقته وحريته وشمسه دافية يا طرأ انت كائن شتوي ولا كائن صيفي ده اللي نعرفه النهاردة في فقرتنا قول انت كائن شتوي ولا كائن صيفي يعني بتحب الشتاء ولا بتحب الصيف اكتر والله الفصلين كويسين كل فصل ليه ظروفه وبنتعقلم معها لا انا كائن صيفي ليه اولا انا كل شوية عمال ايكل تمام ايكل يعني اخلص اكلة بعيز ايكل تاني في الصيف مفيش الكلام ده تاني حاجة لبس الصيف لذيذ ما بحسش بتاعف عظمي الكلام ده كله باخدش كل شوية مفيش برد مفيش الكلام ده كله فانا شايف ان الصيف احسن بكتير يعني احب الشتاء شوية تبقى ليه مميزات شوية تكون الجو كويس ما عفوش حر كده صراحة صيفي صيف كده تحس ان انت مرتاح شوية يعني لو تحريت هتخش شتاء وتدوش خلاص خلاصت الموضوع لا صيف ان شاء الله والله الصيف احسن في الخروجات في الجو بتاعف تحرك فيه غري الشتاء يعني جو ساعة وكده ايه الموقف الطريفة اللي حصلت لك فصل الشتاء بزيت لو كان فيه مطرة جنة ياه ده انتقيت في حتى كنت مره راح درس امتحان في سنوائي عامة كنت براح الدروس وكده كان امتحان تاريخ فساعيتها كنت نازل ومستعجل وانا باخد العجلة دايما من ساعة سنوائي العامة فوانا ماشي راح اتريلنا معديها من جنبي غرقتني تينا والله عادي ما بخرجش بالبيت كان عندي مقابلة شغلي وكده وكنت لابس وكان في مطر والعربية عدتنا عنينا بغوظ في هدوم كلية طريتاني ارجع غير هدومي تاني لو فيه شابورة جامدة في الطريق ممكن تسوق فيها ولا بتخاف وتركنا عليها لايلا بش اسوق فيها اصلا خالص لاليل ولا نهار بعربية او متساكلي لا مقدارش اسوق في شابورة بخاف جدا يعني بخاف انا اصلا نظر ضعيف عندي مشكلة اصلا يعني في الاستعاب حصلت معايا مرة واحدة على المحور على طريق اسكنديريا الصحراوي طلعت الشيخ زايد وكده ركنت العربية وما كملتش ويفتجن بحد بتاع اهوة فعلا انا ما حبش يصوف في صبورة يعني شيء طبيعي لأ ماينفعش بالنسبة لواحد زي انا سواء ساق عربية او ساق متساكلي زي ده كده مجهز ان هو يركق يمشي في الجودة صعبة او مستحيلة حتى لو رأيه لا الافضل انت برضو تستنى شوية وبعد كده تكمل طريقك انه هو منشات غامل برضو او عادي انا بخدت تجارب كتير يعني اشتغلت على العجلة والحمد لله يعني ربنا يسر الامور بص بصراحة انا بطعلك الشبورة كتير يعني شغل في اكتوبر وكده ففيه شبورة كتير بس انا لا الاحسن طبعا نوقفه عشان تفادل الحوادث والكلام بكل انا باعتقاد ان لا الصيف بقى صيف ولا الشتا بقى شتا يعني ولا اي يا استاذة مني احمد الحسيني وهو بياخد قراء الناس في الشارع الناس كانت حتى حيرانة الاول قالت انا بحب الشتا وبعدين قالت بس الجو كان يبقى يعتدل اكتر من كده مش عارف احنا زمان كنا بناخد التقويم او مش بناخد التقويم كنا بناخد احوال الجوية من التقويم القبطي القديم كان يمكن احنا في قصر ايام السنة وكان زي ما بنقول في التقرير حد من الشباب بيتكلم انه في الشتا طول الوقت عمال ياكل بنقول في كياك صباحك مساك او سيب اكلك من غداك وابتدي في عشاك يعني الامثال المصرية كانت هي بتوضح لنا حالة الجو قبل الاجهزة اللي موجودة للتنبؤ قدراتي تمام هو يعني فصل طوبة مشهور قوي انه بالساعة كبيرة جدا فصل كياك بفيه ساعة بس اليوم قصير جدا لانه اقصر ايام في السنة هي هذا الشه وبعدين امشير بقى يعني يقولك ابو الزبع عبيبي الكتير والحاجات دي كلها فكان بالفعل فيه يعني اشهر كده بيبقى معروف فيها ويخلي الصبية كذا والاجوزة كذا من قطر الساعة يعني في الكرقوبة فبالفعل ده كان موجود والناس بتبقى عارفة تقدر تعمل ايه في هذي بس اعاوز اقول ان الناس المزارعين او الفلاحين كانوا البيوت نفسها حضرتك بتبقى بالطوب الني والطوب اللبن ده والطوب الني بيحفظ درجات الحرارة داخل البيوت كأنه فرن انت مشغالة فيه مع انه لا كان تكييف ولا كان سخن ولا بارد ولا ايه حاجة مع وجود بقى السيراميك والمباني الحديثة والاسمنت المسلح بقى البيت ساعة جدا لازم تطري انك تشغالي تكييف او مدفقة علشان تقدر الدفي الجو لكن المصر القديم بالفعل كان متكيف مع البيئة الطبيعية وبيعمل بنا متكيف والفتحات الكبيرة والفتحات الديقة ملأة في الهواء اه يقولك طاقة يعني طاقة دي يعملها في القاعة يعني القاعة دي اللي هي الحاجة الصغيرة الدفية في الشتاء يقولك نقض في القاعة والطاقة الصغيرة عشان يبقى ايه الجو دي فيه وكذا يعني فيه حاجات كتيرة وكان السقف العالي كمان مختلف عن السقف الواطن طبعا 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 فكل الحاجات دي طبعا في الصيف بتهوي اكتر كان الحطة حوالي خمسة متر والشباك كبير جدا فدي كلها التهوية الطبيعية اللي كانت بفعل ما كانش فيه تكييف شغال اللي هي تدعياته النهاردة كتيرة جدا انك بتزود درجات الحرارة على مستوى الارض موجود هذا التكييف اللي بيعمل لنا التغيرات المناخية يعني احنا برضو كنا السبب في هذا الامر بشكل واخر سواء كان سلوك الانسان او من الصناعة اللي زودت لنا المشكلة بحرق الوقود الحفوري اللي طلع علينا ساني اكسيدي الكربون وزاد النسبة بتاعته يمكن من اكتر المميزات كوب 27 الاتجاه في مصر لوجود المدن صديقة البيئة والعمارات صديقة البيئة اللي هي المواد المستخدمة فيها تكون صديقة للبيئة وكمان بتحفظ على البيئة الطبيعية وده اللي احنا ابتدينا نشوفه موجود بالفعل احنا سعداء بوجودة جدا دكتور عبد المسيح سمعان استاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس شكرا 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 جزيلا يا فاندي شكرا